طيب عدد من اللي تقدموا للمبادرة وقعوا من غير قصد يعني في عدد من الأخطاء الشائعة اللي خلتهم حرموا من أن هما يكملوا استفادتهم من هذه المبادرة إيه أهم هذه الأخطاء أو إيه الأهم اللي فات على المتقدمين عطلوهم الاستفادة دي؟ يعني بنقول أن هناك بعض الشروط من أجلها لابد أن يتمتع المواطن بيها عشان يشارك في المبادرة هنقول أهمها أنه أولا يكون من داخل المحافظة المدرجة حاليا مشاركتها في المبادرة فأي مواطن خارج هذه المحافظات لا يستطيع التقدم داخل المبادرة بالتالي طلبوا بيترفض بمجرد التسجيل الأمر الثاني إذا كان المواطن داخل المحافظة المشاركة لابد في حالة السيارات الملاكي أن يكون بيانات الرخصة المشاركة بيها هي نفس بيانات اسم مقدم الطلب يعني يكون مر على تاريخ ملكية هذه السيارة سنتين على الأقل في حالة الملاكي وده أمر غرض منه أولا أمر تنظيمي أنه أولا يعني للحد من تضفق الأعداد على الموقع الأمر الثاني أنه احنا برضو أفلنا باب للمتجرب المبادرة عبر التقدار اللي بيستغلوا الموقف في بداية المبادرة وأنهم بيشتروا السيارات القديمة لكي يشاركوا بيها في المبادرة وبالتالي دي أحد الشروط إذا لم تتوفر بيتم إلغاء طلب المواطن الأمر الثاني أن إذا المواطن تقاعس عن استفاء المستندات والبيانات المطلوبة منه عبر الموقع هناك مدة بيانية معينة بين الخطوات إذا لم يستوفي هذه الإجراءات في هذه المدة بيتم أيضا إلغاء طلبه لكن يمكنه إعادة التسجيل مرة أخرى إذا ما استوفى البيانات والمستندات الجزء الأولاني اللي حضرتك تفضلت بيه بخصوص الإقامة داخل المحافظة هل تقصد إن بيانات بطاقته تكون بتؤكد ده ولا إن هو مازال مستمر للإقامة في نفس المحافظة يعني لو واحد من محافظة القاهرة بس بيشتغل مثلا في محافظة لسه لم تعلنوا عنها لكن بطاقته في محافظة القاهرة ده بيبقى موقفه إيه وكيف تتأكده من هذه المعلوم احنا بالدرجة الأولى اللي يهمنا هو مكان السيارة القديمة يعني وحدة المرور التابعة لها السيارة يجب أن يكون وحدة المرور التابعة السيارة داخل المحافظات المشاركة في المبادرة بغض النظر عن إقامة مالكها ولكن المالك بيتقدم عبر الموقع الإلكتروني ببيانات الإقامة اللي بيكون البنك في حالة الاستعلام عنه بالاتصال بيه ويشوفه متواجد في هذه الإقامة بغض النظر عن إنه في نفس المحافظة أو محافظة أخرى ده كلام عظيم لأنه هو العربية هتكون فين غير تحت رجلين صاحبها فده كلام منطقي ورائع يعني طيب دكتور طريق هل مع زيادات الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية والأزمات الاقتصادية وسلاسل الإمداد والأزمات المتراكمة دي هل متوقع أي تغيير في ما تقدمه المبادرة لأن زيادة العربية الشركات اللي بتحددهم مش المبادرة زي ما سعدتك ذكرت يعني المبادرة بيشارك فيها شركات مصرية وطنية هذه الشركات هي نفس إنتاجها لدخل المبادرة هو ما تتيحه في السوق المحلي في الشارع المصري وبرضه بنقول إن هذه الشركات مرتبطة بمريكات عالمية أي أنها تتأثر أيضا بتأثير أي تأثير على الأسعار العالمية وبطبيعة الحال هناك تأثير مر بالمبادرة وبالسوق المحلي عبر الأيام الماضية خاصة فيما يتعلق بمشاكل الشحن الدولي ما يتعلق بنقص أحد مكونات السيارات الحديثة وهو مطلق عليه الرقائق الإلكترونية المشاكل الدولية في النحية السياسية والحروب الحالية أيضا تغيير أسعار السارف بين العملات أدى أيضا إلى ارتفاع في بعض أسعار ليس في السيارات فقط ولكن في معظم السلع هذه الأمور كلها أيضا بتؤثر على أسعار السيارات المستوى العالمي والمستوى المحلي وبالتالي المبادرة بتتأثر بهذا ولكن نحن برضو بنطم المواطنين أن المبادرة في جميع الأحوال ما زالت تحتفظ بتخفضاتها وتحتفظ بدعمها وتيسيراتها الذي قد يكون تأثير ارتفاع الأسعار إلى حد كبير الأقل من مسيله خارج المبادرة ترجمة نانسي قنقر